السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أصدقائي وإخواتي الأعزاء معاكم آسر جميل وفي هذا الفيديو سنتحدث عن بعض الأحاديث اللي الحقيقة انبهرت بيها لإني أول مرة أراها وأحاديث جميلة ذات معنى عميق الأحاديث اللي هنتكلم عنها في موضوع الألفة والمحبة أو الألفة والأخوة أو الألفة واللي أنت عايزوا من هذه المعاني الجميلة قبل ما نبدأ بس حابب أنوه تنويه سريع أننا مش بحاول أبقى شيخ أنا بس يعني راوي كتب ولما بشوف حاجة عجباني أريد حاجة عجباني بحب أشاركها مع الناس اللي أنا بحبه ندخل على الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول حقّت محبتي للذين يتزاورون من أجلي وحقّت محبتي للذين يتحابون من أجلي وحقّت محبتي للذين يتباذلون من أجلي وحقّت محبتي للذين يتناصرون من أجلي وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي الحديث الأول أخرجه أحمد ورواه الحاكم وصحّحه والحديث الثاني أخرجه مسلم معاني جميلة مش هقدر أشارك وأقول وأعلّق هو الحديث بيعبر عن نفسه جميل مش محتاج حد مش محتاج حد إنه هو يعلّق أختم بقول ابن السماك عند موته اللهم إنك تعلم أني إذا كنت أعصيك كنت أحب من يطيعك فاجعل ذلك قربة لي إليك اللهم اجعل ذلك قربة لنا إليه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة